اشتركوا في القناة لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي اشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تضمنه خطاب مملكة البحرين الى القمة الافتراضية لحركة عدم الانحياز والذي عكس توجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدح حفظه الله ورعاه في وضع استراتيجيات استباقية للتعامل العالمية الامثل مع مختلف الظروف والمستجدات والقاه سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والذي مثل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في هذه القمة التي دعا اليها فخامة الرئيس الهام عليف رئيس جمهورية اذربيجان رئيس الدورة الحالية لحركة عدم الانحياز حيث رحب مجلس الوزراء بنتائج هذه القمة وبالاعلان الصادر عنها بعدها كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجان الوزارية كل في اختصاصه بوضع الخطط استعدادا لمرحلة ما بعد الكورونا والتصورات المستقبلية لتعزيز الجاهزية لاستمرار العملية التنموية بذات الكفاءة اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وصحيا ثم اشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بتضحية الكادر الطبي في الصفوف الامامية للتصدي لوباء كورونا واستحقاقها للتحية والتقدير لما يقدمونه من بذل وجهد في سبيل الوطن وشعبه وعمل في ظل ضغط ظروف استثنائية وبمناسبة يوم التمريض العالمي والذي يصادف الثاني عشر من مايو فقد اثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على جهود الممرضين والممرضات وبالدور المهم الذي يطلعون به في مهنتهم الانسانية النبيلة في الخط الامامي للمنظومة الصحية شاكرا سموه لوزارة الصحة وزيرة ومنتسبين من كوادر طبية وتمريضية وادارية على جهودهم المقدرة بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول اعماله وذلك على النحو التالي اولا وافق مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برأسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون مجلس الوزراء باستحداث منصب وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات الفنية واعداد الادوات القانونية اللازمة ثانيا وافق مجلس الوزراء على النظام الالكتروني الذي استهدثته وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتبادل المراسلات والمخاطبات ليكون وسيلة إلكترونية معتمدة لتبادل المراسلات والمخاطبات بين الوزارة المذكورة والمحاكم من جهة والوزارات والجهات الحكومية من جهة أخرى وذلك بهدف تحقيق سهولة تبادل المراسلات وسرعة تلقي الردود بما ينعكس إيجابا على سرعة الفصل في الدعاوى المنظورة أمام مختلف الدوائر القضائية ثالثا وفق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كينيا لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كينيا وتهدف اللجنة إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بينهما وذلك في ضوء المذكر المرفوع لهذا الغرض من اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشرعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة رابعا بحث مجلس الوزراء مشروع مذكرة تفاهم حول تبادل المعلومات للاجئين وطالب اللجوء بين حكومة مملكة البحرين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي عرضها سعادة وزير الخارجية حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشرعية خامسا أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية المعد بناء على الاقتراح بقانون والمقدم من مجلس النواب مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة حوله على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشرعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة سادسا وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن معالجة مشكلة التلوث البيئي في خليج توبلي والمنطقة المحيطة ومراقبة تطبيق المقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة سابعا وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بإنشاء مراكز بيع للأسر المنتجة في جميع محافظات المملكة ثامنا وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق بإيواء الأرامل والمطلقات والمتضررين من الحوادث العرضية والتي تصيب مساكنهم تاسعا وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق بمجمع للخدمات الحكومية في المحافظات المختلفة وفي بند التقارير الوزارية أخذ المجلس علما من خلال سعادة وزير الخارجية بنتائج اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت يوم الخميس الماضي